أعلنت مصادر إعلام إيرانية مقتل النائب قائد الحرس الثوري وقائد فايلق القدس في لبنان عباس نيل فروشان خلال الهجمات الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اغتيال عدد من قادة حزب الله في غرط جوية على الضحية الجنوبية في بيروت هذا يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ سابع من أكتوبر الماضي